في الحقيقة نعطي الدكلاغاسيون هذية في حق شخص وهو توا معدش موجود على رأس قناة حنبعل لكن اسمه وإلى الأبد بشي قعد مقترن بقناة حنبعل لأنه اللي يقول قناة حنبعل يقول العربي نصرة العربي نصرة ما كانش شخص عادي كان رجل إعلام بامتياز صاحب مؤسس إعلامية قليل وينتلقى عند شخص الفليرة ذاك أول ربما تحدي قام به السهل العربي نصرة في وقت اللي كانت ربما الاستثمار في المجال الإعلامي صعيب ياسر فما حتى حدي يخمم فماش يخمم بش على الأقل الاستثمار يكون في المجال السهل في المجال اللي يجيب بالمربوح في أسرع وقت في المجال اللي فيه الفلوس الإعلام معروف معناه ما فيش الفلوس على الأقل حتى لو كان الإعلام بش يجيب الفلوس بش يجيبه أسرع العربي نصرة رهن على الاستثمار في المجال الإعلامي لا لي شيء إلا في رغبة منه وكان متأكد إنه استثماره في المجال هذية بش يخليه كشخص عنده بصمة على مدى التاريخ لأنه العربي نصرة أنا نعتبر أنه العربي نصرة تخل إلى التاريخ الإعلام في تونس سواء بيوصفوا صاحب أول قناة خاصة في تونس وإلا أيضاً برشة حاجة تعملها قناة حنبع الوقت اللي اتعاملت كانت تقول ليه في وقت العبيد الكل تقريباً تقول أي 2013 فيفر 2005 كان التاريخ بداية تغيير الإعلام في تونس تاريخ تغيير الإعلام من خلال مجموعة من البرامج اللي بعد سبت معاناة للعربي نصرة ومعاناة للقناة حنبع لأنه وقت اللي نقول أنا شخصياً كنت حاضرة من الولانين اللي تخلت القناة حنبع قبل ما يبدأ البث 2013 فيفر 2005 وقت اللي تعمل البث أنا كنت حاضرة من خلال عديد وعديد البرامج الجرأة بدناها في الثقافة كانت فما مثلاً كيقولوا المجال الثقافي ونقولوا مجرد التغطية للأحداث الثقافية العادي السيد معناها انتغفيوم تغطيت مهرجين كنا كجيل صغير ولا كشبيب صغير مازلنا كيتخنى للمجالة هذه فرحانين برويحنا نحبون نحرجون نحبون نسألون ما كان حتى شيء تقص في المجال الثقافي ذا نحكي علي على روحي أنا وقت اللي بديت أول مرة زوم برنامج زوم على الثقافة ثقافة أونلاين تحديداً 2005 في أول شبكة رمضانية قناة حنبع تعمل برنامج أنا نعتبر وقتها أحدث رجع وهو فكرة للسيد العربي النصرة برنامج دون استئذان دون استئذان خدمناه و الفتل انتباه من الحلقة الأولى لأنه كان ريهان السيد العربي النصرة وهو أنا معناها شخصياً كان هو هو صاحب الفكرة وكان هو يقول لي إيمان من خلال برنامج هذية نحب ونقره لشهر رمضان الشهر الكريم هذية فما الناس ما عندهاش وممتون فما ناس في شهر رمضان تحب تعمل الخير وما فما مش شكون معناها تقريباً نحب يعمل الخير يعمل في شهر رمضان فعملوا بفكرة برنامج دون استئذان كان في زيارة للديار موجودين في تونس العائلات تونسية على بسطتهم ندخل وقت شقر الفتر فكانت الصورة كان وقت هينجم يكون الخيار بتاعنا نمشي ونحضروا في شقر الفتر مع عائلات عادية لكن سيد العربي نصر حب نمسوا شريحة ما عندهاش شريحة في تونس رفعنا عليها الستار هزينا عليها الاخطاء كانت فرصة ديجابش للناس برشا الناس عملت الخير البرنامج هذية للأسف وقفتوا السلطة وقتها تحرجت وقتها كانوا يتكلموا يقولوننا رايحنا بعل ما في هاش كان رهي تونس ما في هاش كان العائلات الفقيرة هذية رهي تونس اش بيكم ما تعملوش اعطونا وقتها افكار متاعها ما شققان فتر في ديار سفراء وفي ديار وزراء وفي ديار لكن لا سيد العربي نصر رشد صحيح مش انه يكون الفقير حاضر في قناة حنب على الزوالي لانه شريحة تقريبا جانت مستبعدة جرأة سيد العربي نصر الحقيقة كان يحثنا هو وكان يدفعنا انا برشا عملت برامج في قناة حنب بالعمل دورية الساعة صفر ايضا من الافكار متاع سيد العربي نصر كنا ندخل ونشوف ظروف العمل في العباد اللي تخدم النصف اللي للفوق مش هنا للازيورجانس مش هنا للعوانات البلدية مش هنا للحرس اللي في اليرون بوان ووقتها عرينا وشكون كهل وقتها يعري ظروف العمل الصعيبة ولا الاكتظاث شكون كان يتكلم على الاكتظاث في الازيورجانس وشكون كان يقول ما فهماش كن كن ينقل الصورة متاع عوان البلدية عوان التنظيف اللي يخدم ما عنده حتى حتى طغطية ما عنده حتى حتى يمكن ما عنده حتى حماية ما عندوش اللبسة اللي تحميه ما عندوش الماسكة اللي يحميه من المرض هذي الكل ورناه في قناة حنab Earl منذ الفين وخمسة والفين وستة وقتلا الناس كانت توري في صورة وردية وقتلا الناس كانت توري في فرحة شباب تونس في صورة جميلة في مهرجانات كنا نعديوا الصورة الجميلة لتونس لكن فيما المسكوت عنه برشة برامجة عملت بعد دورية الساعة صفر حتى بعد 14 جنفي بعد 14 جنفي كنا في قناة حانباعل نعمل السياسة دخلت لقناة حانباعل لأني حانباعل كانت ممنوعة من الخوف في المجال السياسي حتى الأخبار كانوا وقتها حاكمين نعدينا فقط نعديه النشاط الرئاسي حاول سياسي نصرا وأنا ندحة من المسؤوليتي كنت شاهدة يعني كان هذا التليفون يحب يعمل تغطيات الأخبار يحب يعملون نشرة أخبار لكن منعوهم حتى في الترخيص حصروه إصرار السيد هذية ونقول السيد العظيم لأني نعرف عظمة العرب بنصرا فين تكمن في إقدامه في جرؤته ما يخافش يحب يعطي لبلوس يقولنا أصد مو ورا سيصد أنا وقت اللي بعد الثورة معناها وقتها تحلل مجال للبرامج السياسية عملت فكرة متع برنامج اسمه حوار في العمق كنت نجيب السياسيين دون أي إملاء وما عمره سيد العربي نصرا ما تدخل في جيب هذا وما جيبتش هذا ولا يهزلك التليفون كانت عنا الحرية الكاملة باش إنا نطرحوا أسألة والله شاهد على ما نقول معناها أنا وبقي زمنائي ومتأكد لي نفس الكلام بشي يقولوه تقريباً كل اللي خدمه في قناة في قناة العربية ناصرة قناة حنب علي قناتنا الكل لكن تقعد في الآخر قناة العربية ناصرة لأنه تقريباً هو الممثل القانوني معنا الحاجة يمكن النجم نغلط فيها نحنا يتحاسب عليها هو ولا يتحملها هو لكن رغم هذا كان يشجعنا ويقولنا رأس يصدقانا واحدة من الناس وقت اللي خدمت حوار في العمق مع السياسيين كانت حرية دون حدوده دون قيوده دون إملاءات كنا نعملوا في كل الطيارات السياسية وكل جيل السياسة على نفس المسافة الحراج كان موجود نفس الشيء في الصراحة راحة نفس الشيء في برنامج الحقيقة معناها كان كان فم حاجة أخرى على العربية نحب أن نقولها مع عمر ومكان يفلت فرصة يلجم يساعد فيها وما يقومش بذلك في الحقيقة عديد الحالات المشاكل الاجتماعية اللي تصير خطر مع خاصة مع المناطق المحرومة اللي كنا نعديوها فما ناس تفتقلي أبسط الضروريات ما عندهش الماء وما عندهش الضو كان من ماله الخاص أنا بداية يعمر الشيك اللي فيه الفاتورة يعمر الشيك وذيه موثقة معناها من إيش نحكي فيه حاجات يمكن غريبة هذي مولمش يمكن أنه حد يشكك فيها هذي موثقة عدة في قناة تلفز زيها شايفوها قدش من مليون تونسي معناها في المجال الإعلامي كصاحب مؤسس إعلامية أنا شخصيا نعتبر أتحمل مسؤوليتي وأنه السيد العربي نصرة هو رجل الإعلام الأول في تونس سواء من خلال المغامرة في الاستثمار في المجال الإعلامي لا فقط استثمار كان ينجم يعملها قناة متاع كليبات متاع موسى لسليت متاع مجاملات لكن لا حب يحب يحط البصمة وقناة حنبعل ومن وراها العربي نصرة وفي المسؤولية اللي تحملها كانت المغير والمحرك للمشهد الإعلامي في تونس خطر من اللي تعملت قناة حنبعل من اللي تعملت البرامج الجريئة في قناة حنبعل كل بقية القنوات قاعدة تحاول تنسج على منوال قناة حنبعل العربي نصرة الشخص نحب نحكي على سيد العربي نصرة العربي نصرة الشخص العربي نصرة المتسامح العربي نصرة اللي يتغشش عليك اللي أنا نقول لسيد العربي نصرة من عرش كني سمحني في الكلمة بشان قولها ولا لا لفن تعوى فن دو بيباء عنده سيد نصرة الفوعة يعني هي تسمه في التليفون ولا يحب يسألك على حاجة يهز التليفون بالحق ساعات يخوفك معنا يجي ان يتوى ولا حاجة ما بعد يشفي قاعدت معاه وحكيت معاه اه اتأكد معناها اللي بش تخرج من عنده فرحانة وبل بالعكس يقول لك انا راني على مصلحتك ولا انا راني ننصح فيك ولا راني انا نحب نحطكم على الطريقة الصحيحة وانا راني انا وراكم معنا ما تخافوش اه لعربي نصرا متسامح برشا سيد العربي نصرا اه شجاعة مصيف تشجاعة خطر شي مهيش ساهلة معناها وقت اللي اه شخص يحط فلوسه ويحط نفسه امام اه تحديات كبيرة امام غضوة القصر يهزو ويمرجو معناها وقت اللي القصر قصر معناها هو تحدى تحدى وزراء اعلام تحدى رفعة خيل تحدى ويكل التصال خارجي تحدى تحدى والناس يمكن تضحك بعد 4 جانبي في قناة حنا بعل عملنا شعار لم ننتظر 4 جانبي اما بالحق رأنا لم ننتظر 5 جانبي وتحتيدا سيد العربي نصرا لم ينتظر 4 جانبي سيد العربي نصرا الشخص المحبوب خطر أنا كنت حاضرة في برشة مجالس وقت اللي بشي قابل أشخاص حتى من رجال السياسة ولا من رجال الإعلام حتى صحفيين معناها بشي قابل ويحب يخدم معه نيزان تاغفيو ولا حاجة وقت اللي يدخل يبدو خايف يبدو يقول معناها عنده أحكام مسبقة عنده كلام من اللي يسامعينه معناها من أصحاب الخير كما احنا وقول وقت اللي يحكي مع السيد العربي نصر ويخرج يقول الرجلة ذايا معناها قداش قداش كنا غالطين فيه قداش لفهم طاعوا به قداش ينجم يعاون بقدر المستطاع بالحق اللي عنده يعطيهولك معناها ما يشد عليك حتى شي كريم لأنه عاون برشة ناس وهذا يعني مش أنا بش نقول للناس اللي عاونهم كما قلت موثق سواء في عديد البرامج ماش حالة تتعدى وما يقولش عليها هذا معناها هذي شهادة حق وشهادة شهادة صحيحة في حق راجل عطاء للإعلام شخص كريم برشة شخص صادق شخص ما عندوش النفاق شخص كنتو يقولها يمكنوا بعد حتى مش يترجع فيها لكن وقت اللي يحس روحه تقريبا معناها كي إنو هكي يلز شوية يقول لك معناها حاول يبرر ربما المهم تخرش انتي من عندو متغشش إن شاء الله تكون هذي كلمة حق وكلمة كلمة صحيحة في حق العربي ناسرة وإلى اللقاء شكرا لكم